الحياة في طنطة دوروا في الدفاتر الأديمة في مركز شباب قرية شوبر في محافظة الغربية لقوا مين من ابن هذا القرية يكرموه فلقوا نخبة من الرياضين الكبار ما اعتقدش فيه أكبر وأعرق من سيد نصير سيد نصير أول منفاز لمصر والعرب وأفريقيا بميدالية زهبية في الدورة الأولمبية كمان مركز شباب قرية شوبر في الغربية كرم بجانب هذه الرموز الكبيرة كرم الكابتن فاتح نصير الخبير الكروي ونجم ولاعب ومدرب الأهل السابق والمدير الفني لاتحاده الكرة على أنه أصغر مدرب كرة اشتغل في مصر ده لما اشتغل في النادي الأهلي وكرمه أيضا الدكتور أحمد أبو عابلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ورئيس قسم العظام بالمركز التخصصي للطب الرياضي كما اختير للتكريم البطل الزهبي محمد المنياوي صاحب زهبيت أفريقيا اللي رفع الأسقال البراليمبية واختتم التكريم بتكريم اللاعب الوعد أحمد الشيخ لاعب نادي غزل المحلة اللحقة مع نادي العديد من الأحصائيات حضر الاحتفال وتسليم الدروعة التسكرية النائب الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والنائب اللواء غباشة بدير عضو المجلس والدكتور يسر الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبد أبو طالب وكيل المدرية والدكتور محمد سعفان مدير عام الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد شلبي مدير إدارة الهيئات بالغربية مع حجد كبير حضر هذا الحفل اللي كان بيشرفه الكابتن فتح نصير فكرة التكريب في حد ذات فكرة نبيلة وبتسعد الناس رغم بساطية أنت في الأخير بتاخد درعة أو حاجة توصق أن أنت تستحق هذا التكريب مبروك لكل الناس اللي كرامت كابتن فتح الحقيقة واحد من طبعاً كان الأصغر واحد قومات الإدارية والفنية الكبيرة